السلام عليكم شبيب أزينا إن شاء الله كما تكونوا بخير وإن شاء الله كما تكونوا على خير ما نطوش عليكم في هذا الفيديو اليوم جبتكم ملخص فيه في الظريف حول المحاركات هذا الملخص حيث تبلك الأفكار ويخليك تعرف التعامل مع محاركات ومع أسئلة التاحة وما تنساش القوانين هيا جمع ركزوا معاي تلاميذ الأعزاء أول حاجة احنا نبدأوا بها معرفة طريقة ربط المحارك هل هو ربط نجمي ولا مو ثلاثي على هذي وجبتكم زوج محاركة جبتكم محاركة آم واحد وآم ثلاثين وعطيتكم توتر الشبكة بها تعرفوا تفرق ما بين إقران نجمي والإقران مو ثلاثي جماعة بمجرد يميد لك محاركة ويميد لك لوحة المواصفات كما كنت تلاحظ هذا محارك آم واحد لوحة المواصفة التاع فيها ميتين وعشرين ثمية وثماني ديمة في لوحة المواصفات تلاحظتوا توتر صغير وتوتر كبير إذاً ان judون ويكتبون عليه نجمة نقال التوتر كبير مختلفة يكتب عليه نجمة التوطر بسيط ومركب التوتر بسيط من المركب اللاغي نكتبه غير في الشبكة اما في لوحة مواصفات المحرك صغير نكتب عليه مثلث دلطة والكبير ما معنتها نجمة ومعنته هذه نجمة نجمة إذا كان التوتر مركب للشبكة تعد دولة تاعك يوافق هذا الـ 80 فإن ربطه هو نجمي ما معنته إذا كان التوتر مركب للشبكة يوافق أو يساوي بـ 220 فولط اربط هذا المحرك بربطه هذا بالنسبة للوحة مواصفات المحركة الأول بنفس الطريقة محرك أم 2 صغير ثمية وثمانية وصغير نكتب عليه دلقاء والكبيس الستمية وثمين نكتب عليه نجمع من بعدها وش نديره جمع؟ بعدما قررنا لوحة الوثاق الصانع الأول والثاني رحوا للشبكة، الشبكة فيها زوج توترات، توتر صغير والكبيس صغير نديره عليه إيكس، هذا صغير توتر بسيط نستعمله للحمولة أحد الطور فميقف المرأة، أي حمولة ثلاثة الطور، واش نحتاج لله؟ نحتاج له توتر مركب والله نحتاج له توتر أكبر تابع الشبكة، إذا ثمية وثمانين، توتر مركب هو توتر الشبكة تعالجزه إذا تتلفتلك دائما توتر مركب تابع الشبكة يساوي ثمية وثمانين هيا لنرأوا المحرك الأولى أجمع، هيا لنرأوا ثمية وثمانين هذه كماكنت لاحظوا أن شبكات تعني ٢٨٨ اتواتر المركب ولا يوافق؟ لماذا أنix? ٢٨٢٨ قريب ٢٨١ والله يساوي ٢٨٨. والثمية وثمانية تُكرّب عليها نجمة. إذن، إذا ٨٨ عثور مركب كتنتي يوافق ٢٨٨ أكبر من لوحة موصفة المحرك pleasing. إذن نوع الإقرانون هو إقران النجمي إذاً ما هو يقران النجمي؟ هو الذي يبقى توتر المركب يساوي توتر أكبر من لوحة المواصفات المحرك لا片ة الأكبر من المركبة يوافق توتر أكبر لوحة المواصفات المحرك إذن هذا هو ربط النجمي وهذا هو التعليل اما الغالث اكبر توتر أكبر للشبكة يوافق توتر أكبر للمحرك كي نتطريأ أخرى أجمعها من ما نشحب toerne هاهذه طريقة البسيطة تختاروا نوع الإقرار روحوا المحارك أمثل نجمع روحوا نشوفوا كذلك 680 توطر مراكب هذا وشي يوافق يوافق توطر الأصغر ولا أكبر كما كم تلاحظوا وشي يوافق يوافق الأصغر إذن بما أنه يوافق الأصغر 880 880 وشي مكتوب عليها دلطة إذن وشي نوع الإقرار هذا المحارك إقرار مثلثي لماذا لأنه توطر مراكب للشبكة ماذا يساوي يساوي أو يوافق توطر أصغر توطر الأصغر من لوحة مواصفة المحارك إذن وشي هو إقرار إقرار مثلثي إذن نكتب مع بعض إذن الربط المثلثي وش لازم يكون توطر أكبر للشبكة يوافق توطر أصغر للمحارك في النهاية بالمختصر المفيد إذا كان توطر أكبر يوافق توطر أكبر من لوحة مواصفة المحارك معنتها ربط نجمي معنتها توطر كبير تعالى الشبكة تشابه مع أنتها ربط نجمي وإذا كان التوتر الأكبر للشبكة الذي هو التوتر المراكب يوافق للأصغر مع أنتها أكبر مع الأصغر اختلاف دي مع ربطها مو ثلاثي هذه بنسبة طريقة الاختيار الربط نروحوا لي بعدها جماعة في المحركيات كانت قوانين بزيف مي هذه الحائص حصيلة طاقوية ستبسطكم بكل شيء إذن أول حاجة كي يجي كأسئلة للمحركيات قبل ما تجاوب على الأسئلة أرسم الحصيلة الطاقوية إذن حصلت طاقوية هذه كما تلاحظوا أول حاجة نبدأ بلوحة المرابط عن المحرك بما أنه محرك ثلاثي الطاور وما هي الإستعال الممتصة؟ نسميه إستعال الممتصة والإستعال الممتصة تعثي ثلاثي الطاور مأديمة تساوي جذة ثلاثة في التوتر المركب للشبكة اليو 880 في التيار الخط في كوز إذن محرك بمجرد أن ندير له إقران نجمي ومثلاثي يمتص إستعال هذه إستعال تساوي جذة ثلاثة ثلاثة وثلاثة خط في كوز في مهما كان إقران نجمي ومثلاث تلميذ الأعزاء هذه الإستعال أول حاجة لما ستروح ستروح الساكن لأن الوشائع ملفوفة في الساكن إذن هذا الساكن في زوج ضيعات ضيع الأول ما هو هو ضيع الحديدي في الساكن وش نرمزوله؟ بيرت فير ستاطو ضيعات الحديدية في الساكن وهذه الضيعة تجمعها قيمة تحثبتة مهما تغير في الحمولة ولا تنقص الحمولة من طرف الصانع عادة تغير طرف الصانع وإذا ما تغيرك الصانع لازم تحسبها من حصيلة طاقوية هذا بالنسبة للضيعات الأولى كذلك يوجد ضيع آخر يسمى ضيع من فعول جول في الساكن هذا الارتفاع صغير وش نسميه؟ كما تلاحظون جماعة هذه التفارعات هي الضيعات والجذع هذا على الشجرة هو الاستطاعات صحيح؟ وانت لقى الجذع ارتفاع هذا الكل يسميه استطاعات وانت لقى التفارع هذا صغير تأساق وش نسميه الضيعات اذا لم يكن من جذعات في الساكن عندي زوج ضيعة الضيعة الأولى هو ضيعة الحديدة ويساوي ثابت و ال� الثاني هو ضيعات بمفعول جول في الساكن وليس لو كانت ضيعة الحرارية أو نحاسي هذا بجول استطاعات احتمالات أستاذ كيف نحسب ضيعة بمفعول جول في الساكن؟ أصبروا طريقة بسيطة جدا اذا اول شيء يقول لك احسب ضيعة بمفعول جول في الساكن ارى المقاومة اللي يمدها اذا قال لك اير مقاومة مقاصبة بين الطورين دم تكونّ بهذا اوجد أسفل إضافة لأنه عندك سلوش احتمالات احتمال أول يوجد ربط نجمي عندها قانون وكتعد عندها ربط مثلثي عندها قانون آخر إذا كانت R مقاومة ملف واحد بعدما لونتها وعرفت باللي إعطالك R مقاومة ملف واحد إذن Pergel Stator ماذا تساوي؟ تساوي 3 RE مربع وإذا كان ربط مثلثي Pergel Stator وش تساوي؟ تساوي RE مربع إذن Pergel Stator إذا قال لك R مقاومة مقاصة بين طورين ديما تساوي 3 على 2 RE مربع إذا قال لك مقاومة R مقاومة ملف واحد هنا توقف شوفوا شو نوع الإقران إذا كان نجمي تساوي 3 RE مربع وإذا كان مثلثي تساوي RE مربع هذه عندكم إشكالية غير في Pergel Stator باقي وكل سهلي تلميذ الأعزاء هذا كامل بالنسبة للساكن لون تهمكم بلون برتقالي إذن كنت أحسب لي ضيائعات تاعة الساكن إذن ماذا هي ضيائعة تاعة الساكن هي Pergel Stator زياد Pergel Stator هذا سميه ضيائعات الساكن من بعدها جمعها هذه الاستطاعة اللي كانت في الساكن ونحطروها راح تتحول وينها راح تتحول؟ راح تتحول للدوار إذن هذه اللي لونتها لكم بلون الأزرق وش نسميه هذا الارتفاع؟ نسميه الاستطاعة المنقولة إلى الدوار إذن وش يرمزونها؟ يرمزونها PTR وهي وش معناتها الاستطاعة المحولة للدوار من ناحاته يعني استطاعة اللي كانت في الساكن راح تتحول للدوار وهذه PTR جمعها وش تساوي؟ كما تلاحظوا هذا هو خط الأسفل وماذا يساوي طوله؟ يساوي طول الأزرق هذا بـ PA ناقص ضيعة الساكن كذا كان ضيعة الساكن ينزوج إذن PTR ماذا تساوي؟ تساوي PA ناقص Pair Fair Stator ناقص Pair Tool Stator إذن إستعال محاولة الدور ماذا تساوي؟ تساوي إستعال ممتصم من طرف الساكن ناقص ضيعة الساكن دوّع إذن كما تشوف هذا اللول الأزرق هي الإستعال محاولة الدوّع من بعد التلاميذ الأعزاء هذي الإستعال مناح تروح رح تروح الدوّع على هذي صمتها بلون الأخضر ونحن عشان نكتبكم الدوّع الدوّع أجمع كدفيه في كذلك ضيعة عين ضيعة الأول وشي هو هو Pair Joule Rotor إذن لو أنتوكم بلون الأصفر هذا والله برتقالي إذن وشي يسمى Pair Joule Rotor ما عندها ضيعة الحرارية ولا ضيعة مفعول Joule في الدوّع وهذي عندها قانون واحد ماذا يساوي؟ يساوي الإنزيلاق G في الإستعال المنقولة للدوّع Pair Joule Stator من بعد أجمع في الدوّع كان الإستعال جديدة وشي يسمى الإستعال ميكانيكية هذي الإستعال ميكانيكية يجمع هذا الطول الأحمر لو كان نسئلكم سؤال وشي يساوي هذا؟ ستقول لي أستاذ يساوي طول الأصفر ناقص ضيعة Pair Joule Rotor إذن ستضايقها بسيطة جدا نكتبه مع بعض إذن إستعال ميكانيكية ماذا تساوي؟ تساوي إستعال منقل الدوّع ناقص Pair Joule Rotor أو إستعال ميكانيكية ماذا تساوي؟ تساوي إستعال ممتصة ناقص Pair Fair Stator ناقص Pair Joule Stator ناقص Pair Joule Rotor وآخر ضيعة بقى نجمعها في الدوّع وشي هو؟ الضيعات الميكانيكية هذا هو الإرتفاع التاحة ونسميها Pair Mechanic وهذه كذلك تساوي ثابت قيمة تاحة غير متغية تعطى مطرف صانع ولا تستندجها من حصيلة الطاقوية هذه ضيعة بشي سبب تاحة؟ سبب إحتكاك الدوّع بالمدحرجة وقاتنا آخر حاجة جماعة الإستطاعة الصافية من ضيعة D-Motion سميها الإستطاعة المفيدة والإستطاعة المفيدة ماذا تساوي؟ هذا الطول الأزرق أجمعها ماذا يساوي؟ يساوي طول الأزرق الدكن هذا ناقص كل الضيعة تعساكن ولا تعال الدوّع إذاً P-P-U ماذا تساوي إستطاعة المفيدة؟ تساوي P-A ناقص كل الضيعة تشمع معنتها؟ تساوي P-A ناقص Pair Fair Stator ناقص Pair Joule Stator ناقص Pair Joule Stator ناقص Pair Mechanic وهذه اللون ترككم بالأول الأخضر هي الدوّع من بعدها أجمعها بعدما عرفنا الإستطاعات والضيعات إذاً ما قلتكم إستطاعات قدر عندي إستطاع عندي P-A و P-T-R و P-M و P وهذه نسميها الإستطاعات اللي كاينة في الجرح والضيعات قدر عندي ضيعة عندي ربع ضيعات اللي هو Pair Fair Stator و Pair Joule Stator و Pair Joule Stator و Pair Joule Routor و Pair Mechanic يقول لك ضيعات الساكن وش يقصد بها؟ ضيعات الساكن Pair Fair Stator و Pair Joule Stator كي يقول لك ضيعات الضوّع وش يقصد بها؟ Pair Joule Routor Z Pair Mechanic و كي يقول لك ضيعات ثابتة قيمتها وش يقصد بها؟ Pair Fair Stator Z Pair Mechanic هذو جماعة ركزوا عليهم جماعة بعدما كملنا الإستطاعات والضيعات ذكروا روحوا السرعات هاي جماعة روحوا لي بعدها روحوا للسرعات في المحاركات لا تزامنة كان زوج سرعات أساسية كان السرعة الأولى هي سرعة الحق الميناطسي تزامنة هذي ماذا تساوي؟ تساوي 60 في التواطر الشبكة اللي هو 50 هاتس على عدد الأزواج الأقطاب هجماعة الوشاعة يتغذيهم تواطر متناوم بثلاثي الطور في المركز تولد حق المغناطسي الدوار وهمي موش يتباني بالعين المجردة رح يدور بسرعة هذه السرعة ماذا تساوي؟ تساوي Ns و Ns تساوي 60F على P إذاً في الساكن كده كان سرعة سرعة واحدة سموها سرعة الحق المغناطسي الدوار سرعة التزامن أما بالنسبة للدوار سيدور في الحق المغناطسي الدوار وحينزلق في الدوار كان انزلاق وش هو السبب؟ هو الانزلاق الدوار في الحق المغناطسي الدوار وهذا الانزلاق ماذا تساوي؟ يساوي Ns هي سرعة التزامن ناقص N هي سرعة تدور على Ns إذاً في الدوار كان سرعة سرعة واحدة وهذه أجماعات تُعطاه من طرف الصانع إذاً كان سرعة لنزوج سرعات في المحركات هذه هي السرعات الأساسية سرعة الانزلاق آخر أجماعاتنا بقاطنا العزوم عندنا عزم عندنا ثلث عزم وإن كان دواران سيكون عزم وإن كان دواران سيكون عزم إذاً بما أنه هنا في الساكن كان حق المغناطسي الدوار سيدور كان عزم إذاً العزم وش يسميه؟ C-O-M العزم الكهرو مغناطسي العزم أجماعه وش يساوي؟ دما يساوي من 60 على فوق ونزوج 2P تحت ومبعدها من الفوق استطاعة وملتحت دير السرع ممكن إذاً ما يساوي؟ نظر عظم أجماعه يساوي 60 على 2P كل العزم يكون لديهم من القانط يساوي 60 على 2P من الفوقستطاعة وملتحت دير سرعة كيف يرحل السطاعة؟ اذاً ما يساوي العزم الكهرو منه؟ يساوي 60 في bTR استطاعة منقل الدوار وفي سرعة وش يسرعة؟ بما أنا سيكون في الساكن كيف يسرعة؟ إذن عزم الكهورومي ناطسي ماذا يساوي؟ يساوي 60PT على 2PNs ورحولي بعدها بما أنه عندي إسطاعة ميكانيكية سيكون عندي كذلك عزم ميكانيكي إذن العزم ميكانيكي موشي يساوي 60P على 2P من فوق ومن تحت من أشكين؟ هيا جاوبوني بما أنه كان إسطاعة ميكانيكية ستكون هي في البسط وبما أنه دور سرعة تعو N معناتها N التحت إذن موشي يساوي العزم ميكانيكي؟ يساوي 60P في الإسطاعة الميكانيكية أتنسى ماشي ضيعة استطاع الميكانيكي على 2P N لأني طويل يدور بسرعة الان هذا العزم الميكانيك وآخر عزم مجمعه هو عزم المفيد إذا العزم المفيد ماذا يسوي؟ نفس القانون يسوي 60 على 2P العزم المفيد بما أنه عزم مفيد باشه يتعلق يتعلق بالإستطاع المفيدة معنا في البسط الإستطاع المفيدة والتحت وشي هي الآن إذا ماذا يسوي العزم المفيد؟ يسوي 60 في بيو على 2P N هذا بالنسبة للعزوم أجمع إذا نجمع العزوم كل عندهم نسل قانون وكل 60 على 2P إذن باش يتبادل من فوق الإستطاعة وملتحت السرعة العزم الميكانيكي والعزم المفيد دي ما يتعلق باش بالسرعة N سرعة المحرك أما العزم الكهرو ميغناطس باش يتعلق بسرعة تزامن N-S بالنسبة البسط العزم الكهرو ميغناطس يتعلق بالإستعار المنقل للدوار وكذلك كيف يرون نزولها P-WM إستعار منقل محول للدوار والإستعار الكهرو ميغناطسي العزم الميكانيكي باش يتعلق بالإصطاعة الميكانيكية والعزم المفيد يتعلق بالإصطاعة المفيدة هذا بنسبة للعزوم وبنسبة الإصطاعة التلميذ الأعزاء كما كم تشوفوا هذا الارتفاع بلون الأزرق هو الإصطاعة الممتصة وهذا اللي كم تشوفوا بلون الألوان هذو هم الضايعات وهذه بلون الأزرق الفاتح هو الإصطاعة المفيدة إذن وش نقوله الإصطاعة الممتصة ماذا تساوي هذا الطول الأزرق القاتم وش يساوي إستяж الممتصة تساوي الإستย الاسطع المفيدة هذه زيد كل الضايعات الموجودة في المحرك واللوش نقوله الإستيع المفيدة ماذا تساوي PU تساوي الإستع الممتصة حالي بلول الأزرق قاتل ناقص كل الضايعات هذا بالنسبة لعلاقة إستع المفيدة بالإستع الممتصة وآخر حاجة جمعة هنشوفها في الفيديو هذا وش هو المردود إذا المردود وش يساوي يساوي إستاعة المخرج على المدخل المدخل هو PU إذا لم يعد المرضى المعاركة بInstit��터 هي في الزائع سلام عليكم ورحمة الله وباركاته